من كمير لمحمد يختاري يقول وهل أنا إلا من غزية إن غويت غويت وإن ترشد غزية أرشدي هذه الأمة بعد 23 سنة أصبحت هي الأمة السائدة والأمة السيدة في الأرض اتجه مباشرة إلى قريش قال ما ينبغي لرجل أتى بهذا الشكل أن يمنع من دخول البلد الحرم لأداء العمر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا مع هذه المقدمة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهمية دراستها وقلنا في اللقاء الماضي أننا من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرى وجه الإعجاز الرباني في نقل أمة من الحضيض إلى أن تكون سيدة وقائدة في فترة زمنية وجيزة لا تكاد تذكر في عمر الحضارات ونرى من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ندرسها ذلكم الفضل وتلكم النعمة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها كيف كان حال الناس قبل الإسلام وكيف يصبح الناس بعد الإسلام فإنه لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه وإننا حين نرى نعمة الله تبارك وتعالى بهذا الدين العظيم نزداد حبا له ونزداد إصرارا على أن يعود هذا الدين ليسود في الأرض وليحكم هذه الأرض فبه وحده تتحقق سعادة البشر ألا بذكر الله تطمئن القلوب واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نرى دواع أخرى التي من أجلها ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إننا إذ ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فإننا ندرسها لسبب بدهي وأولي ولكنه لبداهته قد يغفل عنه كثير من الناس فقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي كما قال الشاعر أننا ندرس سيرة رسول الله كعربون محبة ولا أعتقد أن عاقلا يقول أنني أحب رجلا أحب إنسانا ولكني غني عن معرفة سيرته وتاريخه وإسمه ونسبه فأعتقد أنه ليس من الحصافة ولا من العقل ولا من الرشد أنك تحب إنسانا وأنت لا تعرفه ولا تريد أصلا أن تعرفه أيها المشاهد الكريم حينما حدثت تلكم الرسومات الكاريكاتورية في أوروبا في الدانيمارك قبل سنتين من الآن أو قبل سنة ونصف ما الذي حدث ضجت الأرض وخرج الناس زرافات ووحدان في مظاهر حاشدة معلنين غضبهم واستنكارهم لما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر طبعا يحسب لهذه الأمة وهو أمر محمود أن نغضب لرسول الله أن نغضب لديننا ولكن لنفترض أيها الأحباب أن هذا الرسام جاء إلى بلدنا إلى شارع من شوارعنا وسأل واحدا من عامة الناس وقال له لما غضبت من تلكم الرسوم فأكيد سيقول له نعم نحن غضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مع رسول الله نحن نحب رسول الله فلو سأل هذا الرجل واحدا مننا وقال له ما دمت تحب هذا الرجل فأخبرني عنه بيّن لي سيرته بالله عليكم كم من رجل وكم من إنسان سيجيب أنت تزعم حب رسول الله وأنت لا تعرف سيرته هل هذا معقول فنحن يجب أن ندرس سيرة رجل نعتقد أن حبه يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى ثم إننا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله أمرنا باتباعه وكيف تتبع من لا تعرف سيرته كيف تتبع من لا تعرف خطواته كيف تتبع من لا تعرف هدية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكيف تتبع رجلا أنت لا تعرف سيرته فنحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأننا مأمورون باتباعه لكن ثمت أيضا أهمية أخرى لدراسة سيرة رسول الله ودراسة سير الجيل الفريد جيل الصحابة والتابعين القرون المفضلة الأولى لأننا أيها المشاهد الكريم أحوج ما نكون إلى وجود النماذج التربوية في مجتمعاتنا لابد لكل أمة تريد أن تربي أبناءها من نماذج يقتدى بهم فعندما تغيب النماذج الخيرة يصنع لنا أعداؤنا نماذج أخرى فترى أبناءنا يقلدون ذات اليمين وذات الشمال حتى لو خرج أحدهم وقد حلق نصف ذقنه ونصف شعره لكان في أمتنا من يفعل ذلك ما هو السبب وغياب النماذج التربوية فنحن إذ ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرس سيرة الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإننا نصنع لأبنائنا نماذج يقتدى بها ونقول لهم هذه هي النماذج التي ينبغي أن تتبع وأن يقتفى أثرها وهذا يساعدنا في عملية التربية نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنرى منهج رسول الله في تربية الأمة يأتيه الرجل يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فيقول له يا رسول الله ائذل في الزنا لو أن واحدا من إخوان المشاهدين جاءه ابنه وقال له يا أبتي ائذل في الزنا ماذا سيكون موقف هذا الأب أقل ما يمكن أن يكون عليه رد فعله أن يركسه ويركله برجله هذا أقل شيء يمكن أن يحدث خاصة في مجتمعنا نحن ولكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أئذل في الزنا يا رسول الله فما عنفه رسول الله ولكن أراد أن يقنعه بالحوار بالجدال بالتي هي أحسن بالكلام الطيب بالمنطق السليم قال أترضاه لأمك قال لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك قال لا يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لابنتك فالمربي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم حول هذا الشاب حول رغبته في الزنا عن طريق الإقناع إلى بغض للزنا وضع رسول الله يده على صدره وقال له اللهم طهر قلبه وحسن فرجه يقول ذلكم الشاب لقد دخلت على رسول الله وأحب شيء إلي من أمور الدنيا هذه الفاحشة وخرجت من عند رسول الله وأبغض شيء إلى قلب فاحشة الزنا انظروا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإقناع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الود أحكي لكم قصة وأختم بها قصة رجل من أصحاب رسول الله كان قبل الإسلام خصما لدودا لرسول الله عليه الصلاة والسلام خصما عنيدا كأبيه في معادات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حربه ذلكم هو عكرمة بن أبي جهل هذا الرجل الذي أهدر رسول الله دمه في فتح مكة قال إذا لقيتم فلانا وفلانا وفلانا فاضربوا أعناقهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة يفتح رسول الله مكة يفر صفوان ويفر سهيل بن عمر ويفر عكرمة يذهب ليلقي بنفسه في البحر أو ليهاجر إلى الحبشة جاءت زوجه وفي اللغة العربية نقول زوجه لا نقول زوجته هذا الأصح في لغة العرب جاءت زوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمن لزوجها عكرمة يا رسول الله إني أخشى على عكرمة أن يلقي بنفسه في البحر يا رسول الله أمنه فأبلغها رسول الله قائلا هو آمن بأمان الله ذهبت مسرعة في تدارك زوجها فوجدته وقد ركب السفينة يريد أن يخضع باب البحر باتجاه أرض الحبشة فارا بنفسه من الإسلام فأشارت إليه من بعيد فعرفها فنزل من السفينة قال لها ما الخبر قالت له يا عكرمة لقد جئتك من عند خير الناس وأبر الناس وأوصل الناس جئتك من عند رسول الله وقد أمنك فلم يستطع عكرمة الذي بالأمس القريب كان يرى حرص رسول الله على قتله لم يستطع أن يصدق فأكدت له أن رسول الله هو أبر الناس وأوصل الناس فعلم أن الأمر صدق فاتجه إلى مكة عائدا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في مكة فقال لأصحابه يوشك أن يطل عليكم عكرمة فإذا جاء فلا تسبوا أباه فإن سب الحي فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت كانش فائدة من سب الأموات فوصل عكرمة قال فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا في استقباله حتى سقط الرداء من على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له مرحبا بالراكب المهاجر قال عكرمة يا محمد إن هذه قد زعمت أنك قد أمنتني أمنتني قد أمنتني قال له نعم أنت آمن بأمان الله يا أكرمة فاستل رسول الله بهذا العمل الحقد من قلب عكرمة استل منه الكفر بفضل الله تبارك وتعالى انظروا إلى هذا الرجل كيف أصبح بعد ذلك أصبح من قادة الفتح الإسلامي انظروا إلى العمل التربوي إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الأصدقاء في أن يصير بعمله وبتربيته وبدعوته كيف يصبح الخصم اللدود صديق صديقا وليا السلام عليكم ورحمة الله من كميذ محمد يختار فيه كفتي التوحيد والحق المبين ترجمة نانسي قنقر